خليني اتفق مع حضراتكم ان احنا امام موهبة مختلفة مطرب مختلف يعني ليه كده مزاق خاص علي الألفي من بور سعيد وتخرج من بور سعيد وكان الحقيقة كمان معروف جدا في جمعاته كان بيغني غنى في سن صغير جدا وتقلق بعد كده انتقل الى القاهرة بعد طبعا دراسته ونجاحه انتقل الى القاهرة وبدأ بقى فيه نصاته الفني بيغني في سعيد الصوي بيغني في دار الأوبرا ليه جمهور وليه فانز وليه ناس كتير وعنده موهبة مختلفة حسبتها معيكم النهاردة مساء الخير مساء البول يعني انا فكريك كويس قوي وعرف موهبتك وعرفة هناك انا بحس عندك حاجة كده مختلفة ليك طعم مختلفة الحمد لله ما عدتش كتير في The Voice بس علمت ناس فضلت فكريك لاني حاولت ألفة نظر وقتها باني اعمل يعني كنت اول حد يجرب يعمل الفيوجنز وكان الفيوجنز من اكستريم لأكستريم من الأوبرا للست أمو كلسوم يعني من أقصى الشارع الأقصى الغرب ازاي انت تربيت على سيدة أمو كلسوم والأوبرا جات لك ازاي انا من بيت سميعة يعني بابا الله يرحمه كان ليزوء غريب جدا انه كان بحب يسمى عبد المطلب وليلة مراد وهما الاتنين تود يعني مختلفين امي سميعة وردة جدتي يا الله يرحمه كانت سميعة ومكلسوم قوي فانت في بيت بقى مليان أشكال غنائية ورغم انه غالى حد منهم يعني فنان أو بيغني أو بيعزف لكن انا بقى عندي مخزون ده لما جيت القاهرة وبعد فترة يعني حاولت ان انا شفت ان الغنال الكلاسيكي وغنال أوبرا ده تمرين جيد لعضلات المغنية لعضلات الصوت اه احنا في الشرقي بنستخدم احساسنا اكتر في الأوبرا بيستخدموا عضلاتهم والتكنيك اكتر طب انت في الصوت الأوبرا لي فين؟ انت فين؟ انا تينار تينار اه وده مهمة قوي الحمد لله يعني فده اللي بيخليك التغني كمان تربي يعني تينار يقدر يغني كده الحمد لله